مساء الخير على احرى جمهور في الدنيا جمهور شاشة الصحة والجمال وهشتوني جدا النهاردة طبعا انا طلع لكم في معايد مختلف في الساعة اتنين بس يعني انا حبيت اغير شوية الموعيد علشان النهاردة معينا كمان حاجة مختلفة معينا فقرات مختلفة فحبيت يعني نغير كده شوية ومش عايزة اطول عليكم في المقدمة بتاعتي بس عايزة قبل ما اقدم لكم الموهبة الجميلة جدا اللي معي ارحب بزملتي جنة ازايك يا جنة ينوروني في الاستوديو طبعا يا جماعة جنة من الناس اللي اتدربت معينا واول مزيعة هتظهر معينا دايما ان شاء الله وحتبقى طبعا في حلقات كده متفرقة معينا في فكرتنا وزي ما انا قلتلكو علشان فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة وتلكو اي حد عنده فكرة اي حد عايز اي حاجة يتواصل معي جنات كانت جنة معلشي مش مشكلة جنة كانت عايزة تطلع تبقى مزيعة وتجرب وحبت ان هي تنمي طبعا فكرتها وحبت ان هي تشوف نفسها قدام التلفزيون وقدام الكاميرا فالاستاذ كريم المنتج دبسنا مش مشكلة بس هي ان شاء الله ان شاء الله زي الفل زيك يا جنة تاني هرحب بيكي وهالنهاردة بقى معينا اول فقرة هنبتدي بيها معينا اسراء سوبر ازايك اسراء ازاي حضرتك من وراء الستوديو وعايزكي بقى قبل اي حاجة نبتدي كده الحلقة بتاعتنا بالقرآن الكريم علشان كده تبقى حلقة كويسة تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ماذا الذي يشفع عاده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤدو حفظه ما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الله يا اسراء جميل اوي صبك حلو اوي وليلي بقى يا اسراء بدأت ازاي ابتدتي امتا انا كانت والدتي كانت يديني الجامع من اونا عندي اربع سنين كان عندي محفزتي كانت بتحفزني لغاية دلوقتي انا معاها يعني من اونا صغيرة جدا كنت باخد شهادات بدأت اخد شهادات تقدير من اونا عندي ست سنين تقريبا وبدأت اتطور بفضل الله يعني واتعلم التجويد لغاية بفضل الله ما وصلت المرحلة دي لسه بكامل ان شاء الله والله يبرا فعلك جميل اوي اسراء صوتك حلو كمان اوي بفضل رب طيب يا اسراء اسراء قوليلي انت كمان عندك موهبة الانشاد صح؟ طيب قوليلي كده حيكة كده من الانشاد عشان نسمع الجمهور ونعرفه طيب واجمل من كلام ترا قطعيني وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سجن النبي قمر وجميل وجميل وجامل سجن النبي وجميل قمرون 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 سجن النبي قمرون وجميل وجميل وجامل سجن النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها بقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها بقى إذا مست آياتي الله الله وعما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير الباراء يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صوتك حلوة جداً أه صوتها حلوة قوي أوليلي إسراء هو أنت بتروحي حفلات أو بيطلبيوك في حفلات أو كده؟ أه زي إيه؟ أوليلي روحتي فين؟ أنا مثلاً كان حفلات كبيرة مثلاً من حفظ القرآن وطلعت هو أنا مش فاكرة المناطق اسمها إيه بس أنا فاكرة أنا رحت حفلات كتير ومع عساد زكبار يعني أمه منهم الدكتورة رشا والدكتور اللي جابني هنا وحاجات كتير جداً يعني أوليلي إسراء أنت نفسك تطلعي نفسك تعملي إيه؟ هو أنا نفسي أعمل حاجة مختلفة حاجة مبداع يعني ما حصلتش قبل كده إن شاء الله أوليلي زي إيه يعني إيه حلمتك؟ هو بصي هو فكرة مش مفهومة بس لما تطلع حتتفهم أكتر وهتفيد البشدية كلها إن شاء الله هو لو حدت راب إن إنتي تعملي تتر الحاجة أو مسلسل أين كان يعني إيه رأيك في الموضوع ده هبتقبالي به؟ تمام لو كان فيه كلام مفيد وكلام صح وما يغضبش ربنا عز وجل بس كده أنا أهم حاجة عندي لأنا أرضي ربنا عز وجل في كل حاجة يعني ما فيش حاجة اسمها تعصف ديني أنا بمشي حسب ما ربنا قال وبمشي على تقريبا التفكير العقلي الصح المنطقي عشان دوت هو اللي بيؤدي للإنسان في الآخر إلى الإجابة الصواب والطريق الصحي ما شاء الله طب إسراء قولي جربت تعملي فيديوهات يعني الحاجات دي دلوقتي بتسمع قوي تعملي فيديو الناس تشوفك أكتر وأنا حاليا يعني بفكر بس لسه ما بدأتش إنتي مين اللي بيشجعيك يا إسراء؟ عندي ماما وبابا واخت الصغير أيوة ماما هي اللي أنا فعلا لاحظت يا جماعة إن ماما هي اللي مشجعيها وطمت يعني بسم الله ما شاء الله معاها هالحد هنا وأنا بس أعلا بقول لي إسراء أنت متوترة قلت لي لأ خالص وماما بتقول لي أنا الدكتورة بتاعتها يعني بسم الله ما شاء الله عليك إسراء حلمك بقى زي ما قلت هو حلم غريب شوية لا ما قلت إسراء حولنا ليه خلم غريب شوية هو مش هينفع زي سامي يوسف كده؟ لا 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 هو مش هينفع لنا عن تقبيل دلوقتي لأن مفاجأة؟ هي بتزهر مرة واحدة كده إن شاء الله مفاجأة؟ يعني فاس تقولي الجمهور المفاجأة؟ أوه مش هينفع بصي بقى أنا نسبنا بقى بكل الكلام ده أنا عايزة أسمع حاجة إيه؟ أي حاجة شوفي أنت عايزاي تماما وطنية مثلا؟ خلاص يالله بيه تماما بحيث هنحب مين غرها مصر اللي عايش من خرها ولا حد غرنا بتبكرة شايلة فو ممنع على خرها بلدي بصحيح قطر خرها هنحب مين غرها مصر اللي عايش من خرها ولا حد غرنا بتبكرة شايلة فو ممنع على خرها بلدي بصحيح قطر خرها يا مصر انت أمي وانت أبويا وانت ناسي في كل مكان بروح ويقوله مصر رفع راسي عاشق أرضك سماكي وحبي ليكي ده شيء أساسي يا مصر انت أمي وانت أبويا وانت ناسي في كل مكان بروح ويقوله مصر رفع راسي عاشق أرضك سماكي وحبي ليكي ده شيء أساسي فرانجيكي يا اسراء استمتعنا طبعا أنا بس قبل الفاصل يا جماعة عايزة أقول بس حاجة إحنا مش بندرب وعشان أمي جيبش طبعا للقناة أي حاجة أنا قلت كلامي واضح إن البرنامج اسمه فكرة فأنا هي جنة عايزة توصل فكرتها للناس كان موزيعة فحبت إن هي تظهر معي وأنا شفتها يعني شطرة وكويسة وأي حد على فكرة عايز يظهر معي كموزيعة أنا يا جماعة يعني إن شاء الله يوصل لي وأنا حي ولوصله كموزيعة كده على الكرسي ده مش أكتر ولا أقل حني معي معينا فاصل يا جماعة وهنستمتع بمواهب تانية كتير استنوا موسيقى غريك أنا ألقوا بعد الفاصل ومعي بقى دلوقتي حاجة كده أنا بحبها جداً وكلنا بنحبها كبانيت وكستيت وكل الناس معينا واحدة اسمها فاطومة محمد صح؟ تمام؟ هي عندها يا جماعة سنتر في بانسويف بتشتغل ميك اوب أرتست بتشتغل كمان في حاجات الشعر بصوا كل الحاجات التجملية اللي في الدنيا هي بتشتغل فيها يعني بسم الله من شاء الله فعايزيكي بقى كده توضحي بقى للجمهور كده كذا حاجة تجملية على فكرة يا جماعة أنا جربت حاجتها برضو جميلة جداً جداً الحفر اللي بتبقى في الوش شوية بتنقي البشرة الحفر اللي كانت شوية في وشي روحت حاجات كتير جداً من عندها بصراعة حلوة فهي تشرح لنا كده كذا منتج بصراعة تفضل شهادة أعتز بيا والله يا مروح أولاً أنا فاطومة محمد بني سويف عندي سنتر فاطومة يعني من 17 سنة أنا في المجال عمتاً السنتر عندي طبعاً شامل ميكوب أرتست دراسة وخبرة وكورسات طبعاً حالياً أنا اللي بدي الكورسات كمان السنتر عندي شامل جلسات طبعاً الدرما تنظيف البشرة بقع الحبوب الطبقة الغمقة شغلونا بالدرما الحمدلله كويس لحد ما طبعاً جربت المنتج بتاعي جلسات طبعاً ترميم الشعر بقى كلنا بعد السبغة شعرنا بيقصف بيهيش حتى لو نوع السبغة والماتيريال بتاعه كويس جداً بس طبعاً شعر كايش طبعاً احنا عندنا منتجات حيلة جداً طبعاً طبعاً جلدو كولاجين حقاً الكولاجين كلنا عارفينها بس المستوردة بقى بتبقى طلع ممضية من وزارة الصحة مش بندخل السنتر اي شغل فيه طبعاً الصبار فيه حاجات لرموش فيه تنت الخدود زيت اصلي بقى كويس جداً طبعاً اهم حاجة قبل الميكوب العناية بالبشرة والاهتمام بالبشرة اهم بكتير من الميكوب حتى لو هتحطي ميكياج اهم حاجة ان انت تهتمي ببشرتك نقاء البشرة والاهتمام و العناية به نظرة بشرتك اهمة بكتير من الميكوب يعني الواحدة بتدخل عندك بتطلع حاجة دانية ده طبعاً اي عروسة اي عروسة او لو حد عادي عادي الدخلة لو انا جاي عايزة اتغير لكن هتتغير عندي في السنتر يعني العروسة تجيلك قبل يعني تجيلك قبل الفراحة بصي انا فيه ناس بتجيلي من الكاهرة اللي هو انا جاي يوم الفراحة احنا نقدر ان احنا مثلا ناخدها من الصبح لحد معايد فراحة بتبقى عاملة لون شعر ميكوب تنضيف بشرة بروتين طبعاً عندنا البروتين السرابي حاجة هيلة جداً طبعاً ناس كتير بتشتكم بروتين شعري بيسقط شعري ضعيف لا هو البروتين انواع فيه السرابي فيه الجلد وكولاجين فيه انواع كتيرة جداً فيه انواع بالفعل بتسقط شعر بس فيه انواع كتيرة جداً بنعملها وانا عاملها وناس كتيرة عملتها بتعالج الشعر وفي نفس الوقت بتمنع التسقط غير ان انت بتاخدي نسبة فرد حسب كل عروسة فيه عروسة بتجي قبلها بعشرة أيام في قبلها بأسبوع في قبلها بشهر حسب الاهتمام والعناية اللي انت عايزها وايه الاحسن يعني ايه اللي انا بقى كده في الامان طبعاً ان الامان ان انت شعرين قبلها بسنة انا رايحة وعايزة قبلها بسنة بسي هو موضوع اصلاً التجميل ده عايز كلام كتير ان شاء الله هتجي معي خلقة تانية طبعاً ده شرف ليه طبعاً لاني دي حاجة من الحاجات اللي كل السيدات طبعاً بيهتموا بيها ده شرف ليه ان انا اجي معيك وتاني ومعينا موهبة تانية انا بجد يعني حبيت اقدم انا الفقرة دي عشان انا بحب التمثيل قوي معنا احمد من كفر الشيخ قبل ما اتكلم معك في اي حاجة عايزك تسلي مشهد بسيط الناس بتقولي اني ممكن اشوف ساعات اشوف كل شيء بوضوح العطش والبوح الحر والساعة العدل والزن الاسوى والرحمة اشوف الشمس لما يلسعن شعاهد واعرف انها غابت لما غروبها يرمي الكهابة في سبري وساعات ساعات عقلي يلهمني ان اشوف الشيء اللي قدامي واللي غراية واللي جمي وعرف صحبي من عدوه وعرف صحبي من عدوه ساعات الناس بتقول ان انت بتشوف مش عارفين اللي جواي احس بالفرح المؤكب لكن جواي عارف حقيقة بطبش باديا وعد الخطاة وبرجليا باتجني 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 لما بحس بي مماشين في الترابن غير ما حاجة تحشه باتجني لما اسمع صوكتو هصدر فاق وافهم انكم قادرين تتكلموا بعينكم بتجنن من يكنكو واقولي شعرفنا انكم متكذبوش علي يمكن تكون الحقيقة فاتتكو واقولي يمكن لو فتحت اشوف حاجة غير اللي انتم شايفينه متكدين مني اقولكم على سيري وما تتحكوش علي ايه انا بخاف من الضلمة ايه مع اني عايشها ساعات بحس ان لحد اعمل الضلمة دي اللي عندي فيه ببان حديد مصدية ومتربسة ومقفلة في وشي بحس ان ما فيش شبابيه ما فيش ستايب وطفينه النور علي ببقى عايز اصرخ واقول افتحوا الشبابيك شيلوا الستايب ولعوا النور ايدوا الشام كنت اناوسي بالامل ان ده غلط مؤقت بكرا بتحقيق يزبط ضرق ويشيلوا الغشاوة من عناهم ومن عناية لكن كل مجبر حسك بتقلب الشام دماغي دماغي راسي رغم كل ده الناس مش عاوزين اشغل دماغي عايزين لك اعمى وغد لكن لا لا انا فقدت عناية لكن مش هفق الدماغي دماغي هي اللي مشوق بيها دماغي هي اللي فطلالي بصراحة حرام عليكم والله بجد والله يا رعيات بس الي ايلي الي تعمل كده كده الكلام ده مش هلي بتعمل اساس محمد سبحي والله اي انا بصراحة متوركتش علي قابل كده بس امينا تمثلته بطريقة بجد بروفو علي بامينا لا بجد بروفو علي كنت هتخلينا نعيات والميكب هيبوز وهي بقى هتيجي تساعد لست مقبودة يا جماعة أنا لست موجودة مش هيبتها خالص يعني بصراحة والله والله أنا هو عمله بطريقة أنا عملت بطريقة تانية خالص عشان بحيث أن تبقى حاجة بطريقة تانية ممكن أعلي دي المشهد بتاعه بس بطريقة تانية بحيث أن أنا أبعين نفسي ويا رب يكون أعجبكم بصراحة لأ يعني شابوليك بصراحة طب هسألك سؤال يا حمد إنت ابتدت حيث أن إنت عندك الموهبة دي إمتى؟ في الابتدائي في الابتدائي إيه يعني إيه اللي حصل إيه اللي؟ أنا زمالي كان دايماً يقولي إيه إنت إنت بتضحكنا كنت أنا أحس بكاه جداً بحب أهزر واضحك وابتدى أن في ناس من عندنا يشجعوني على الموضوع دي والفكرة أساساً أعجبتني ولقيت نفسي في المجال ده كل واحد بينه ونفسه بحاجة ممكن ما تنتش نفع في حاجة تانية تنفع في الحاجة دي وربنا كرمني وابتدت في كفر الشيخ وبعد كده بمركز بسوق عندنا وبعد كده يا ربنا كرمني وبشتغل هنا بالكاهرة تحلم بإيه يا حمد؟ والله أنا نفسي أقدم التمثيل بشكل مختلف غير الناس فاكرة خالص يعني تعمل إيه؟ يعني أوصل أي عمل أعمله يعني نفسي بقى كل حاجة يعني التمثيل الناس تفهمه بمنظور تاني خالص كنت لست أقولك كده بس هو فعلاً فيه ناس تستغلوا صح وفيه ناس تستغلوا غلط يعني نفسي الناس تحب التمثيل ده زيئ يعني فيه ناس يعني ما بيحبوش التمثيل فعلاً وبيقولك إزاي تبقى ممثل وإنت مش عارف إيه أنا نفسي أعمل حاجة جديدة للناس تحب المجال ده أوصل رسالة للناس بتريها مختلفة إن شاء الله شرفتنا شرفتنا يا أحمد وإنت شرفتنا إنت عايزة آخر كلمة ليك إيه تحب تقوليها في البرنامج؟ آآ والله يعني أنا مبسوطة أن أنا طلعت معكم وطبعاً أنا مبسوطة طبعاً أن المنتجات بتاعتي فرقت معاكي حاببتي تسلم إيدك والله حاببتي يا مروم جاد إن شاء الله على فكرة لينا لقاء تاني ولينا لقاء معاك يا أحمد إن شاء الله ونورتيني يا جنة أنا بقا يا جماعة اللي حاب أقول كلمة لكل الكروب بتاع البرنامج أنا بحبكو جداً أستاذ وليد والمنتج بتاعي أستاذ كريم وبجد يا جماعة يعني هما يعني طبعاً أنا هو موقعت البرنامج خلص بس أنا بجد بشكركم لأن إنتوا فعلاً من الناس اللي حبيبتوني في المهنة دي وقعتوني على الكرسي ده وخلتوني واسقة من نفسي بجد بحبكو جداً إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة